موسيقى مشاهدينا مساء الخير بدي راحل فيكم بهذه الحلقة الجديدة من حديث اليوم عبر فضائية نور الشرق حلقتنا اليوم راح تكون قانونية فنية نوعا ما راح يكونوا ضيوفة الخبير الدستوري والقانوني والناشط السياسي والاجتماعي المحامة أنتونيو فرحات تنحكي معه اكتر عن العرض والإداع والطرد التعصفة اما بالفكرة الثانية راح تكون ضيفة سيدة هودا ابو جودة تنحكي معه اكتر عن الحيال يلي محضرتنا اياها خاصة بالوقت يلي ما عم بيكون في كهرباء ببيوتنا فرح نشوف نحن وياها تباعا الخطوات والحيال يلي جايبت لنا اياها بدأ ارجع اذكركم يلي ما عم يقدر يكون بيحضرنا على التيفي بيقدر يكون عم يحضرنا على الفيسبوك بيج نور الشرق نرجع لأول فكرة بيصرنا استضيف معي ضيفة عودته عليه وكان صديق لنا بالبرنامج هون الخبير الدستوري والأنوني المحامة أنتونيو فرحات ماتر اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك ومصال خير لكافة المشاهدين ماتر اتعودنا عليك اتعودنا على الشفافية يلي بتحكي فيها اتعودنا على اذا فينا نقول الوج الواحد يلي بتمشي فيه ما بتحكي على الاعلام شي وعلى ارض الواقعة بتشتغل شي تاني لهيك حبيت اطرح معك اليوم موضوع العرض والإداع اذا فينا نقول الطرد التعسفة لأنه من لقيهم هوا دي اكتر موضوعين اليوم شغلين الرأي العام فقلنا ما قلنا غير حضرتك خي نكون عم نحكي معه ويكون فعلا عم يحكي على ارض الواقعة ما يكون عم بعيشنا بناعيم ومن بعدها ننتج إلى الانون اللي انه كل يلي انحكى ما مخصنا فيه هو صحيح انه اليوم نحنا عم نعيش بظل ازامات متعاكبة نتيجة السياسات الحكومية اللي نحنا عم نعيشها هيدا الشي عم بيولد ازامات متتالية هلا بتكتر الازامات بس عم بتكون دايما النتيجة العطرة على الاجير او المواطن او على المجتمع بشكل عام هيدا الشي عم بيولد بنفس الوقت ازامات اقتصادية مالية معيشية منها يلي حضرتك تفضلت فيه يلي هي قصة الافاء بالعملة الوطنية في حال اذا كان الدان بعملة اجنبية بس لا شك انه المنظومة الحكمة ادرت علمك كيف بينهزم وطن بدون ما يحارب وكيف بيتحلى المجتمع بدون ما يموت وبالتالي هيدا الازامات كومة الازامات يلي نحنا عم نعيشها بسبب السياسات المتعاكبة ادت الى انه نصير نطرح علامات استفهام حول الكوة الابرائية للعملة الوطنية من هون المشترع اذا بدك اولى وبشكل خاص العملة الوطنية انون انون بحد ذاته يلي هو انون النقد والتسليف لانه العملة الوطنية هي اذا بدك جزء لا يتجزأ من السيادة هي احد عوامل او رموز السيادة اذا بدك وبالتالي ما فيك تيجي تقول اليوم انه نحنا العملة بالنسبة لانه ما الى قيمة لما بتقول ما الى قيمة كأنك عم بتقول نحنا بلا ارض او بلا شعب او بلا علم او بلا او بلا ما فيك اليوم تيجي تعتبر العملة الوطنية وكأنها هي اضافة لشي نحنا عم نعيشه بس ليرتنا يا ماتر على الدنيا السلام ليرتنا هي مؤمن الدولار يلي هو دخيل على الوطن نحنا اليوم اصنع نحكي علم اقتصاد اكتر بس نقدر نضطره لالو بشكل عرضي اليوم هي نتيجة السياسات الحكومية المتعاكبة من التسعين لتاريخ اليوم كيف نظرت الامور النقدية والاقتصادية بالولد وكيف اخدوا قرارات بالاتفاق او عطوا التوجيه لمصرف لبنان لحتى يسبت سعر الصرف على الالف وخمسة وكيف سبتوا العملة الوطنية سعر الصرف على العملة الوطنية هذا الشيء يمكن يكون قد قد ادى الى تراكمات والخسائر ان احنا اليوم عم نحصد نتائجها بس مما لا شك فيه وبالعودة للسؤال طبع حضرتك انه قانون النقد والتسليف بالمادية سبعة منه بيقول انه العملة الوطنية لها قوة إبرائية مطلقة وبالتالي اليوم مجرد انك توفي بالعملة الوطنية على سعر الصرف الرسمي تعتبر مبرأ الزمة المادة 192 من قانون النقد والتسليف بتجرم الانسان اذا في حال اخذ قرار انه ما يقبل الافاء بالعملة الوطنية وبتحيلك على المادة 319 عقوبات يلي بتصال عقوبتها من 3 شهر لست سنوات حبس واضافة الى غرامة مالية يعني اذا المشرع اللبناني اولى العملة الوطنية اهمية كتير كبيرة وعطاها قوة إبرائية مطلقة لانه اليوم نرجع من عيد انه هيدا جزء لا يتجزأ من سيادة الوطن وبالتالي ما فييجي يقول الانسان انا اليوم ما بيقبل الافاء بالعملة الوطنية لانه العملة انتبعنا عام تنهار اليوم على الحكومة انه تلاقي الالية وتلاقي تحط الخطط الاقتصادية والنقدية لاعادة السئة بالعملة الوطنية ولا لحد من انهياره واعادة الامور الى ما كانت عليه لانه اليوم اذا نرجع كمان لانه النقد والتسليف نحنا ليرتنا لازم تكون السعر الصرف طبعا مقابل الدهب يعني يحدد سعر الصرف الرسمي طبعا الليرة مقابل الدائمة الدهب اللي نحنا عنا ايه لنقدر نعرف هلأ اليوم الاخطاء كثيرة والتشعبات بهذا الموضوع لا تنتهي اليوم المشكلة الاخرى اللي نحنا عم نوجهها انه بيجي الخصم او الشخص الرافض للإفاء بالعملة الوطنية بيتزرع بقانون النقد بيجي بتزرع بقانون الموجبات والعقود لسيما المواد 166-221-229-301 شو بتقول هيدا المواد تحكي عن الانصاف وحسن النية وإذا الفرقاء اتفقوا فيما بيننا على الإفاء بعملة معينة يجب الإفاء بفيها بس ولكن في ظل وجود قانون عام وقانون خاص يطبق القانون الخاص وبحلتنا الحاضرة القانون الخاص هو قانون النقد والتسليف وبالتالي عم نرجع للكوة الإبرائية المعطات للعملة الوطنية وبالتالي هون ما فينا نجي نقول ونتزرع بقانون الموجبات والعقود أو قانون التجارة لسيما المادة 355-405 تجارة لأنه نحنا حتى لو كنا عم نحكي بشكل عام لما منتطرق للخاص منروح منطبق الخاص ما منقدر نطبق المواد العامة الموجبات والعقود هون ما عم بفوتوا ببعضهم مات؟ يعني ما عم بفوت الخاص بالعام؟ ما فيه اليوم أنت بيظل وجود قانون خاص من المبادئ القانونية في ظلطة عارض القانون الخاص والقانون العام يطبق القانون الخاص يعني القانون الخاص بيعالج بطريقة دقيقة وديقة وحصرية الموضوع اللي حضرتك عم تلتجئ لإله ونحنا عنا قانون النقد والتسليف واسمه معه نحنا عم نحكي نقد والقوة النقد وقيمة النقد وإلى آخره نحنا موجود عنا قانون بهذا الموضوع ليس تعميم وليس مرسوم وبالتالي يجب تطبيقه حصرا بخصوص القروض نعم اللي مثلا بيجي أنا عندي مثلا قرد أخده من البنك هيدا القرد أخده أنا بالدولار هل اليوم بقدر أدفع هيدا القرد بالليرة الليبنانية حتى لو الليرة كانت ما بقى شي ما عم تطلع شي قدام الدولار أو ما في شي بيمنع اليوم مثل ما كنا عم نقول قبل أكيد منقدر نوفي بالليرة لسيما أنه كيفة العقود اللي موقعة بالمبدأ مع المصارف هي عقود صاحب الدولار بس بيحطولك كمانا أو ما يعادلها بالليرة الليبنانية لأنه اليوم نرجع من قول أنه العملة إلى قوة إبرائية والعملة اللي اللي احنا عم نحكي عليها بتاريخ الدفع يعني القوة الإبرائية لإلى الريت أو سعر الصرف طبعا بتاريخ بتاريخ الدفع الفعلي مش بتأنه يعني أنت اليوم إذا اليوم بتروح بتسكر على البنك أدى سعر الرسم اليوم بتسكر على أساس سعر الرسم اليوم إذا بكرا بتغير سعر الرسمة إنت ما بيلحقك لا صعودا ولا نزولا أنت بالتاريخ الإفاق أداكن سعر الرسمة هون بتكون إفاق صحيح لأ أنت بتاريخ الإفاق إذا بتاريخ الإفاق إذا كنت إفاقك موازلة السعر الرسمي بيكون إفاقك صحيح عرفت علي فما فيك اليوم تجي تقول بكرا إذا طلع سعر الرسمة أو نزل السعر الرسمة ما إلا علاقة بالموضوع ماتر المصارف اليوم كلها ملزمة بتعميم مصرف لبنان أو فيها ما تلتزم بهيد التعميم وهل الأشخاص العاديين كمان بيلتزموا بهيد التعميم أو هيده بس خاصة بالمصارف اليوم قانون النقد والتسليف إجا لحتى ينظم العلاقة بين المصارف والمصارف التجارية ومصرف المركزة المتجسد بمصرف لبنان اليوم التعميم الصادرة عن مصرف لبنان هي تعميم ملزمة للكطاع المصرفي ولكن هي غير ملزمة للأفراد يعني أنا اليوم علاقتي مباشرة بالمصرف اليوم في عنا بالفترة الأخيرة إذا بدك يتخذ مصرف لبنان من التعميم يلي عم يصدرها طابع تشريعي بين مزدوجان يتجاوز من خلاله حد السلطة ما بيحقل له اليوم مصرف لبنان أنه يعمل لك شبه capital control بتعميم هو عم يصدرها هذه مخالفة للأنون لأن التعميم متى تعارضة مع القانون يطبق القانون ولا تطبق التعميم لأنه بالهرمية طبع يا عشيد الوا هرمية الأنونية حسب المادة 2 أصول محاكمات مدنية بتقلك الدستور أنون مرسوم تعميم إذن التعميم هو بأسفل الهرم وإذا متى تعارضة مع شيء أعلى منه يطبق مثلا إذا تعارض مع المرسوم المرسوم أهم مع الأنون الأنون أهم وبالتالي اليوم المرسيم اللي عم تصدر على المصرف لبنان هي غير ملزمة لا للقضاء أنه ينفذها ولا للمودعين ولا للأشخاص السالسين هي بتكون لحسن سير إدارة المرفق المصرفي في لبنان ما تركنا عم نحكي عن قبل تسكير القروض أو إفاء القرض إذا أنا رايح اليوم بدي أقو في القرض اللي علي بس بدي أقو فيه بالليرة الليبنانية مش بالدولار هل يا ترى المصرف إله حق يرفض؟ حسب المادة 822 للمادة 824 أصول محاكمات مدنية إله حق الدائن يقبل العرض والإداع تبعك وإله حق يرفض إذا رفض على المدين معه مهلة عشر تيام من تاريخ الرفض أنه يروح يتقدم بدعوة إثبات عرض وإداع وعلى الدائن كمان معه مهلة عشر تيام من تاريخ رفضه أنه يروح يتقدم بطلب رفض العرض والإداع حقه أنه يرفض هلأ إذا عنده أسباب موجبة للرفض أو لأ ساعتها بقررها القضاء شو معقول تكون هيدا الأسباب؟ بيتزرع بالمواد الموجبات والعقود والقانون العام بدل ما يتزرع بالقانون الخاص أنه كل واحد ساعته اليوم بيحاول أنه يتمسك بالطرف يلي هو بهمه بغض النظر إذا رح يربح ولا لأ يمكن له بيحميه؟ ما بيحميه القانون الذي يجب أنه يطبق هو قانون واضح قانون الخاص قانون النقد والتسليف المصارف تعرفها كبير منيح اليوم يحاولوا أبعض المصارف أن يعملوا بعض التسويات مع عملائهم أنه تبا يا أخي كل مصرف عنده طريقة يحاول يلقي فيها بعد أن رفعت الدعوة ومن بعد أن قكمت هذه الدعوة يحاولوا يعملوا تسويات وبعض المصارف يمكن متعنته ويمكن في بعض الأشخاص عم بيحاولوا يعملوا بازار هنبان بعضهم هيدا شي ما بيعنينا بالأنون بالأنون واضح العملة الوطنية عندها قوة إبرائية بتاريخ الدفع الفعلي ونقطة كل شي بيجي من بعد هيدا محاولة لحتى أنه كل واحد يشوف كيف بيقدر يكسب المعركة إذا قدر يكسبها بس مش معناتها إذا أنونية المصارف شوف شو صار موضوع كتير بسيط المصارف اجي تأخذت مصريات الناس عطيتهم للمصرف المركزي المصرف المركزي رأعطها المصريات لدولة مفلسة ولسلي مأدوحة فلالمصريات الدولة انكسرت الدولة للدولة بقى مع مصاري وللمصرف لبنان بقى مع المصريات وللمصارف بقى مع المصريات وأصلا المصريات طبع العالم لحني كانوا موجودين معهم صفى الكل مكسور ومديون بهالبساطة وصعب كتير اليوم نشوف مين معه حق ومين على حق لأمر كتير بسيط المشكلة مش إذا هي قانونية المشكلة نحن عم نحاول نفتش هل العرض والإداع هو قانوني نعم قانوني هل هو عادل سؤال يطرح في فرق بين العدالة والقانونية للموضوع هو أكيد قانوني وبامتياز بس عادل نعرف يعدل بين الاثنين بسبب سعر الصرف والفرقات بسعر الصرف هل هو عادل العرض والإداع هنا يبقى السؤال نحن بالبلد الوحيد يمكن بالعالم تقبض على الف وخمسة تقبض على الف وخمسة تتعلم وتتطبب على تلاتة وتسعمية وتصرف على الخمسة عشر ألف في شي مش معقول هذا اللي نحن عم نعيشه هو بسبب الحكومات وبسبب سياسات الحكومات وبسبب أداء مصر في لبنان وتجاوبه وانصياعه للأوامر أو لسياسات هذه الحكومات ودت هذه الأمور إلى ما ودت إله اللي نحن فيه اليوم طب متر لنفترض أكيد في كتير عالم هلأ عم تطرح هذا السؤال طب إذا أنا القرد أخدته على الف وخمسة بدي أجي سدد هذا القرد طب لا ما بسدده على الف وخمسة ما أنا أخده الف وخمسة لا بدي سدد هذا القرد على الريت اليوم أنا لما أخدته كان الدولار الف وخمسة لا بدي أجي اليوم على دولار خمسة أنت لما بتسدد دين أجنبي بعملة وطنية بتسدده بتاريخ الصرف الصرف الرسمي للعملة الوطنية شو ما كان هل أنت اليوم بعدك على الف وخمسة اليوم تفتح النشرات الأخبار أو البورصة أو كذا بيقلك افتتحت بورصة بيروت لبنان الليرة اللبنانية مقبل الدولار الف وخمسة وسبعة ونص الف وخمسة وخمسة شو اللي تغير بلد عم يصرف على الخمسة عشر ألف بورصة بيروت بتقلك ألف خمسمية وسبعة ونص ألف وخمسمية وخمستاش عايشين مسرحية نحنا نحنا عايشين مسرحية بسبب صندوق الاقتراع بسبب أراء الشعب بزعمائهم وبيمواطنينهم وبيستحقوا أكتر من هك طب ماتر هلأ أموالنا ما بعرف خليني نعطي شوية أمل للعالم قالوا أنه أموالهم بعدها بالبنوكة ما اتأخذت لبرة طب أنا هالأموال أنا أموالي اللي بالبنك أنا كيفية استفيد منها بالطريقة آنونية يعني ما كوني يمكن عم عم هربهم بطريقة غير شرعية أو مبارش عم بعمل أصلا هني لقطينك ما عم بيخلوك تحرك حساباتك ما يعني كيف بدي استفيد منهم اليوم تقدر مثلا بتشتري شقفة أرض بتشتري سيارة بتشتري حيالة أسس تقدر من خلال هيدا الشرية هيدا الأسس تقدر ترجع تسيله يعني تقدر ترجع تحوله لمصاري يمكن بتكون شلت جزء من من مصرياتك يلي هي موجودة بالمصرف يلي أنت منك قادر تطالة لأنه عم بيحطوا لك سقوف سقوف للسحوبات وهذا شيء كمان أصلا مخالف للأنون مخالف للدستور الشباب فتحين على حسابهم ما فيه لحاسيب ولا رئيب ولما بيطلع أرار من جهها قضائية بتقوم لأيامي الله الله يلي أنه كيدون أردون بيقولوا يلي عنده سلطة المال بيحاول أنه يكون عنده سلطة لكافة على البقية بغض النظر إذا كانت سلطة قضائية أو غير قضائية للأسف الشديد من يومين طلع أرار عن مجلس شورة الدولة عم بيقول المودعين مثلا اللهم حق يخدوا ودقيعهم بالدولار وبالعمل الأجنبية اللي وضعت فيها قامت لأيامي الله الله واستدعى رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان ورئيس شورة الدولة وقعدوا على نفس الطاولة وتلعوا بمقرارات إلغاء القرار هذا شيء ما بيجوز هيبة القضاء وأنه يكون السلطة القضائية منفصلة ومستقلة استقلالية القضاء عن السلطة السياسية هذا واجب وليس خير لحماية لحماية الشعب ولحماية الكيين ولحماية لبنان والإنسان ما هو الإنسان داخل دول لبنان ماتر عم نحكي عن كل هالأزمات الاقتصادية المعيشية يعني أزمات ضربة نعبة عنا بلبنان في كتير عم بيصير فيه حالات طر التعصفة طب أيمتا هون اليوم يعتبر الطرد تعصفة يعني يمكن أنا اليوم انطرد من عملي ولكن كيف بقدر أعرف إذا هيدا طرد تعصفة ولا منه تعصفة خلان بلش فيها من هون اليوم المادي 74 من قانون العمل بتحدد لك الحالات يلي إذا في حال فيها طرد لا تعتبر تعصفية أما المادي 50 من قانون من قانون العمل وما يليها بتحدد لك شو هي الحالات يلي بيكون فيها الكايل أو الحالة بتكون تعتبر صرف تعصفة اليوم الأجير لازم يعرف حقوقه ولازم يعرف شو هي وش بيته اليوم الأجير لما بيروح عند رب عمل منها المفترض فيه أن يبقع معه عقد عمل وبهذا العقد العمل بيكون منصوص فيه إله حقوق وإله وجبات يعني ما لازم يكون شفهي أول شيء ما لازم يكون شفهي حقه يقرأ حقه يمضي بس اليوم بأغلب الأحيان لأنه الأجير إذا بدك بين مزدوجان هو الحلقة الأضعف بيقبل بشو ما كان مهم أنه يشتغل ليقدر يقبض مصاري فهيدا التخازل إذا بدك من أرباب العمل بالضغط بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على الأجراء لحتى يشتغلوا عم تولد أزمات فيما بعد اليوم بيقبل الأجير أنه يشتغل شو ما كان بيجي لحتى رب العمل إن صرفوا رب العمل أو هداكي تركوا حمل حال وفعل بتبلش المشاكل من بعدها لحتى ما يكون فيه مشاكل لما بيكون فيه عقد واضح عقد عمل واضح بين الأجير ورب العمل أنت بتعود بقى تلجأ كثير إلى القضاء لأنه أنت حقوقك ووجباتك منصوص علي بالعقد إذا أحد طرفي العقد أخل بالعقد وبيبون درجات العقد ساعتها اليوم بتروح أنت بتشتكي اليوم ليقدر يشتكي هدا الأجير مثلا معه مهلة شهر معه مهلة شهر من خلال طرده تعصفيا بيروح بشتكي قدام مجلس العمل التحكيمي وهون بيرجع بيصير في عنده تعويد وبيرجع في عنده أشهر الأنظار إذا حاببت تفوت فيه ما بعرف إذا في ديء الوقت أو شيء من هذا النوع لحتى نعرف إذا منكفي فيه ولا لا واليوم لحتى يقدر ياخد تعويده الأجير لازم ناخد بعين الاعتبار مدى الإساءة باستعمال هذا الحق وبدك تشوف عمره للأجير وبدك تشوف سنين خدمته وبدك تشوف فضعه العائلة والصحة وبدك تشوف مقدار الضرر يلي لحق فيه طب من ينظر إليها هيدا مين بمين هيدا مجلس العمل التحكيمي لما أنت اليوم بتطلع قدامه بترفع دعوة قدامه بسبب صرف التعصفة هو بدي ياخد هود الخمسة برعين الاعتبار ليقدر يقدر لك شو حجم التعويض بدك تشوف هل فيه أشهر انذار هل أعطاه رب العمل أشهر انذار كمانا هون فيه برام إذا شهر ومن ثلاثة لأقل من ستة شهران ومن ستة لأقل من اتناعش ثلاثة وفوق لأتناعش أربعة شهر فيه عنده هود بيكون أشهر انذار هل أعطاهن رب العمل للأجير نعم أم لا وهل كانوا مدفوعين نعم أم لا يعني تاخد بعين الاعتبار عدة معطيات هل عم بياخد تعويضه العائلي هل مسجل بالضمان بيكامل بيكامل مع عاشه ولا كان محتوط على الحد الأدنى هو بيقبض أكتر لازم الأجير يعرف أنه أنون العمل وضع لمصلحته هو الأقوى بالأنون هو الطرف الأقوى لأنه هو الطرف الأضعف بالعلاقة التبعية الموجودة بينه بين رب العمل يجل أنون لينصفه مشان هيك لازم يعرف كتير منيح الأنون شو بيقول ويتمسك بحقوقه قبل ما يفوت برأيي أنا على أي عمل ويطلب يكون في عقد ينظم العلاقة والعلاقة التبعية بينه وبين رب العمل لحتى ما يتجنبوا المشاكل تنينيتون والإنزل لخطوات تنينيتون قد يكونوا بيغنى عنا طب برأيك ما تر اليوم في لبنان بيعرف المستخدمين اللي اللي عم يشتغلوا بيعرف حقوقهم وواجباتهم مشكل العالم للأسف الشديد بتعرف ويلي بيعرف بعض الأحيان عم بي عم بيحاول أنه يتملص من معرفته لسبب المعيشي والاقتصادي الدايق اللي هو عم بيعيش فيه مشان هيك برجع بعيدلك عم بيكون لو بيعرف عم بيحاول يتجيها للعقد إذا رب العمل رفض أنه يعمله عقد بسبب أنه يقدر يكسب هيدا العمل ويقدر يكسب هيدا المبالغ المالية اللي معقولة ينتجها من خلال عمله فعم بيرضى بأي بأي طريقة مهم أنه يشتغل المشكلة اللي عم بتصير هي عم بتصير بعدين وبيقضوا بيختلفوا عالتعويضات إذا من بيحقلوا بشهرين ل 12 شهر وأشهر الإنذار وكد هالقدي أقبض مش هالقدي ومسجلني بالضمان أقل بيوعه فجأة المشكلة أنه بيوعه كمان لازم ننصف نحن رب العمل من الأساس بحد عربك عائدك تروح تقبل أنه يسجلك بأقل من حقك أنت بتعرف أنه أنت عم تقبل تنقل مليونين ليرة لازم تتسجل بالضمان بمليونين ما لازم تقبل تتسجل ب675 ألف مطر تضيت أنا برأيي الشخصي تضيت يعني ما بقى فيك تجاه تقول بعدين أنا ما كنت عارف أو أنا كنت مجبور من الأول اللي بتحطني مليونين يا بتقبل يا بيقبل يا أنت بتقبل يعني اللي بيق إذا تنايناتكن قبلتوا خلاص ما لك حق بعدين ترجع تروح وتشتكي وتفوت بمتيها أنت وإيا لرب العمل لأنه أصلا أنت كنت قبلين أنت كنت قبلين أنت كنت فيك ما تقبل شو اللي ضاربك عائدك تقبل يعني أنت لما بتبلش بالشغل أنت فيك تكون ند لرب العمل بالمفاوضات ما ترتضيت لازم أنك تكفي بالطريقة يلي ترتضيت فيها أكاينت شفاهية أم كتابية ماتر خلص وقتنا نحن وياك للأسف قطع الوقت بسرعة أنا حساتي حاول أن نختصر كتير مواضيع وكي بدأ فوت فيها مية بالمية أكيد بغير حلقات منبقى منفتح مواضيع أكتر ومنتشعب فيها أكتر رسالة أخيرة منك لكل الأشخاص بهالموضوعين يلي طرحناهم اليوم أكان بالعرض والإداع ولا أكان بالطرد التعصف اليوم رسالة منك لألهم شو بتقلهم لا شك أنه دولتنا تخلت عن شعبة ولا شك أنه نحن عم نعيش مطهرنا على الأرض وبالتالي إذا الشعب ما حمل بعضه وتكاتف وتضامن مع بعضه لحتى يقدر ينتج طبقة سياسية جديدة تقدر تشيله من هذه الأزمات اللي هو عم بيعيشها عبسا نحاول أن نبني وطنا وشكرا لإلك المحامة أنتونيو فرحاد بدأت شكر كتير وجودك معنا وأكيد بدنا نوعد مشاهدين بعد بحلقات أكتر وأكتر مع حضرتك نحكي بكل هالمواضيع بطريقة شفافة واضحة مباشرة وصريحة مثل ما تعودنا عليك شكرا لإلك شكرا لإلك شكرا لإلك شكرا لإصلافة مرسي لإلك مشاهدينا فاصل ومنرجع خليكم معنا